وانت برايمت اغلى ده الطبيعية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على كلمة البروغراميك وركز ان احنا فيه علم تاني بقى مختلف عن التقليدي اللي احنا كنا دايما متربين عليه احنا ايه اللي ينقصنا الفكرة موجودة والشباب موجود واي يعني احنا تعلمنا وتعلمنا من حضراتك والناس اللي هم بروفاشنال في المجال ده ان اهم حاجة في الانتربنير او الراجل اللي هو رائد الاعمال يعني يكون ريسك تيكر راجل بيخاطر ليه مش عندنا كمية انتربنيرز او كمية ناس في المجال ده زي حضرتك يقوموا اندستري تقدر تقوم بلد بحالها بص اول حاجة انا اتبسطت جدا من الكلمة دي لان انا قبلها بستة شهور كنت في احدى اللقاعات تلفزيونية وقلت ان انا مش مقتنع ان الناس المفروض تخش الجامعة غير لو هتكمل اكاديميا غير كده ممكن يتعلموا بروجراميج ويمسكوا فلوس منه ومو عندهم 16 سنة بذب ايه تشتم تشتيمها دكتور شادي على السوشيال ميديا لان الناس مش الاباء والاهالي مش عايزين ده عايز ابنه يتعلم ويبقى دكتورة ومهندس طب هيشتغى ليه فبسطت جدا لما سياد رايس قال الكلمة دي لان انا عارف يعني حسيت هو ده بالزبط اللي احنا محتاجينه هي القيادة هي كده القيادة انك تحط الفيجنز ده المزبوط دورنا بقى ان احنا نكمل ده نكمل ده لازم يتعامل هب للزكاء الصناعي في مصر يستفيد بعدد الشباب الكبير المتعلم اللغة دي واللغات دي ويصدر ده للعالم ده اول حاجة تاني حاجة لازم يتعامل هب تاني لاليو ديزاين اليو اي واليو اكس لما الزكاء الصناعي يتطور قوي الكودينج مش هيبقى بنفس الطريقة اللي احنا عارفينها دلوقتي هيبقى بيكود اوتوماتيكلي او يعني فالديزاين او الفرنت اند اللي انت بتشوفه ده على الاب هيبقى هو اللي بيفرق حاجة عن حاجة فلازم يقف في ديزاين هب يخرق خمسين ستين الف واحد بيعملوا ديزاين لازم يتعامل مصنع ومصنعين للسامي كوندكترز للرقائق اللي هي اللي بتستخدم في الحاجات دي انت عندك الرملة بتاعتها وعندك الماء بتاعتها وعندك الكهرباء بتاعتها وعندك كل حاجة تي اس ام سي تايوان سامي كوندكترز دي هي تايوان ايمة عليها اصلا اه طبعا يعني وانفيديا النهاردة بص حاجة معها وكل دول مش عايزة عقودة نيم نيمس بس وانتل فسهل جدا تعمل مصنع زادة بس ام تعمل خطة خمسة وعشرين ساعة ممكن اسألك سؤال كده عفضة ريكورد يعني برا انا عايزة اسألك سؤال احنا من نادي بالتكنولوجي ومن نادي بكذا ومن نادي بكذا هو ليه تشات جي بي تي ممنوع في مصر؟ شو ممنوع؟ اوه مبتعرفش تعمله دا واللود ليه؟ عشان هو مصر دي سوق صغير بالنسبة له فانت بتستخدم رقم امريكاني بس اي طباح ندي ما نقدرش ننزله؟ هو مش شايفنا هو مش شايفنا خالص؟ لا 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 يعني انت اجابة صريحة كأننا النهاردة انت عملت برودكت عقاري ضخم وفيه سوري في اللفظ قارية صغيرة في السعيد بقولك ما بتعملش فيها معرض ليه؟ هتقول لي عملوا ليه؟ ها مش تعملوا؟ لكن هو موجود في دبي موجود في السعودية عشان فيه سوق ايه؟ انا كنت على بورد شركة اسمها كتب صوتي دي اكبر شركة في العالم كان بتعمل كتب صوتية بالعربي كان 80% من المستخدمين كانوا من مصر واحد في المية من الفلوس لان المصريين وقتها ما كانوش عايزين يدفعوا الاشتراك بياخدوا الفري ومش بيروحوا للبريميوم فما بيكسبوش الشركة السعودية كان فيها 5% من العدد الزبين و80% من الفلوس فمين اللي هيدفع الاشتراك اللي بالدولار كل شهر التشاة جي بيتي؟ كم واحد في المصر؟ ما يستهلش ان انا اعمل له سيرفر وافضيله سويتش واعقد له كود واركبله اسم اس جيتوي ما دي فلوس؟ احنا رانكين كامف كالتكنولوجي على مستوى العالم يعني انا واحد كان بيجي يقول لي انتو يعني الواحد كان بيسافت بالرافة الواحد يعني بيدفع فواتيره في مصر اونلاين وبتاعه وفرحه وبتاعه العالم تطور العالم راح في حتة تانية انا بقولك احنا رقم 4 على الميدل إيس واحنا لسه في بعض الناس يقولك لما تطلعش فيزا ليسرقوا الكارت بتاعك يعني في فرق ثقافات مهول ضخمة جدا عن المنتاليتي بتاعتنا والمنتاليتي دي برا بص انا بحب اقوي المودل الهندي دايما لما اجي بص على المودل انا سفرت الهند خدت كذا ترينيج هناك المودل الهندي عرف يستفيد بالعدد البشري طبعا وعمل اقتصاد مبني على العدد البشري خلينا اقولك حاجة في الهند مثلا بيختاروا شخص من جوه الاسرة زكي يصرفوا عليه ويعلموه ويكبروه ويعلموه لغات ويعلموه بروجرامنج ويكتاك تاك تاك والشخص ده يجي يصرف على الاسرة بعد كده صح فبيعلموه الكودينج اقوى بروجرامرز في العالم هنود اول ما تتخرج زي السنوية العامة كده عندهم بيعلمك فاينانس بيعلمك حاجات مالية بطريقة معينة فتلاقي المحاسبين اقوى محاسبين في العالم برضو هنود انا بالتاريق على الناس اللي بتقولك هو تفكرني هندي ياريتك تبقى هندي انا مديري اللي سابق كان هندي وانا في كريم لا مختلفين عندنا خالص يعني عدد الساعات اللي بيشتغلوها اصلا مختلفة والامانة والاتقان اللي شفته من الشخص ده فظيع فهم عرفوا يصدروا التكنولوجي بتاعتهم لكوكب الارض وعرفوا يبقوا حاب لكل حاجة اي انا عندي قبل ما اطلع فاصل وهيبقى هسألك السؤال ده ويريد تفكر فيه ويبقى نرجع ناخد منك الاجابة احنا عندنا ازمة في التعليم في مصر بالعلاقة بالتكنولوجي هل احنا حلنا متدهور جدا في التكنولوجي بالذات في الكريكلم او في المناهج التعليمية اللي احنا متدرسها فكر فيها ونرجع لك بعد الفاصل فاصل ونرجع لكو تاني اشتركوا في القناة